موسيقى كلها مرعوبة وخايفة من الدخول للمدارس وانت النهاردة اخترتي اكلة جميلة ممكن اي حد فعلا يعملها وراحي المدرسة او اي ام تعملها لولادها وهم راحين المدرسة الصبح وليه بقى هنعمل ايه عشان كل الناس تشوفوا النهاردة وتتعلم من الاكلة الحلوة دي ماشي مبدئين هنعمل حاجة اسمها سماشت بيرجر دي اكتر حاجة بجد منتشرة اوي الفاترة دي وحفين كل الاطفال وكبار وصغيرين بيحبوها فانا حسيت ان اكلة زي دي ممكن اصلا حتى تتعامل وحنا راحيني مدرسة فلذيذة جدا وسهلة وسريعة يعني كلها على بعض اخد شروبها ساعة كده بس طيب يلا نقول المقادير وبعد كده نبتدي ماشي اولا هي في كذا ستاب نبدأ الاول بستاب اللحمة بنجيب اللحمة 30 و70 هي 30 في المية دهن و70 في المية لحمة او العكس 20 و80 المهم يكون فيها نسبة دهن ده بيدي طعم حلو قوي وكمان عندنا بسط وعندنا مشروب دي خالطة كده بنعملها بنحطها على الصامتش تبقى حلو قوي كمان عندنا بصل مفروم متقطع قطع صغيرة جدا وخيار مخلل كمان قطع صغيرة وكاتشوب وماينيز الحاجات دي كلها بتتحط كده في الصاص طبع طعم خطير كمان عندنا باربيكيو صاص وعندنا كمان مية البصل هوت صاص وده اختياري طبعا مش اجباري عندنا كمان المستردة اللي هي الخردل وعندنا كمان مية الخيار المخلل وملح وفلفل اسود وسكر وطبعا الاساسي الجبنة وكمان الخيار المخلل ده اختياري بيتحط في الساندوش بيدي طعم حلو قوي واساسي بقى طبعا الفحم وده بيعمل شغل عالي يعني بس كده طب يلا بينا يلا نبدأ اول حاجة هبدأ ان انا اشكل اللحمة على دواير صغيرة او كبيرة بروحيتنا واحنا بقى بنشتغل كده هرجعك تفتكر المدرسة وفي ناس ما بتحبش تفتكر انا النهار ده اصلا الحلقة كلها احدا من عارفة بطني متركبة مع ان انا خلصت المدرسة وليلي انتي كنت بتاخذي اكل ايه معيك وانتي راح المدرسة بصراحة يعني كلنا طبعا اخدنا سندوشات جبنا رومي جبنا رومي سندوش جمعا اللي هو كله بتعجن كده وبيبقى قطعة واحدة بس على فترة كنا بنكله في الاف بس كنا مفيش طنم فيش زي دلوقتي كنا بنكله يعني بنكله كده كده طبعا وبصراحة ساعتي كانت بتحب مني شوية وبعمل عايدي سندوشات مسقعة وسندوشات كنت عايش حياتي قوي بالنسبة لي سندوشات المدرسة دي شيء اساسي عمري طائبا مرجعت بسندوشاتي زي ما هي لازم تتأكدون ربا بقى والحاجات دي كلها انتي اصلا انا عارف ان انتي دكتورة او طب ايه بقى قوليلي دكتورة وبعد كده حبيتي فجأة المبخ وبقيتي فوت بلوجر وبقيتي عندك صفحة والدنيا تطورت عندك كده بشكل كبير ده لحبك للمطبخ بصراحة المطبخ بدأ من وانا صغيرة كده كده من زمان قوية لانه انا مامتي بتحب المطبخ جدا ومبسحة فيه فانا من وانا صغيرة وانا اللي هو مكملة معيها بقى اللي هو بدخل معيها المطبخ واللي هو بنقعد مع بعض بقى اللي هو تفورج بعد تعمل ايه واركز بالتركات بتاعيتها وكل الكلام ده فبالنسبالي المطبخ ده شيء اساسي من وانا صغيرة يعني الفوت بلوج بدأ حتى بعد ما بدأت دراسة يعني انا بدأت التوب البشري ده وبعد كده بدأت ان انا افكر في الفوت بلوج عمتا لانه يعني صحابي بدأوا ان هما يدوقوا الاكل بتاعي فاعجابهم فاللهو طب ليه ما تفتحيش صفحة فهي بدأت من هنا يعني وبدأت براسة بيز بعد كده فوت ريفيوز بقى وكده مع بعض بس حبيتي ايه اكتر؟ شونك؟ ولا الاكل؟ سؤال صريح ولازم اجابته تكون صريحة بصي بصراحة كل حاجة بليها متعتها بصراحة يعني انا ما ادرش بقولك انا بحب حاجة واحدة بس بصونتي تهاتي قوي يعني اللي بدخل كله الطب ده جماع حياتي الطوقة اه شط كبير جدا ودروسة وسنوية عامة وبعد سنوية العامة ده كله الطب ومش عارفة كم سنة فدي حاجة صعبة جدا في الاخر ان انت هوايتك اللي تغلب وتحبي المطبخ اكثر من الشرم يعني هي ليش تغلب قوي قد ما هي انه يعني اللي هو ما كنتش عايزة الهواية دي تتدفن بصراحة يعني كان بالنسبالي لأ انا كده كده لازم يعني هوايتي دي هتطورها اهم حاجة بس ان احنا السخن الطوصة كويس قوي هنطلع برضو شوية زيت يعني بوسط المهم فانا يعني هوايتي دي انا طورتها اكتر بكتير قوي بصراحة بدأت الدراسة بمعرفشي ازاي بس ايه بتيجي كده بالذات بقى من بعد القوانتين من بعد الحاجر اللي حصل في الكورونا وكده وانا بدأت بقى ان انا اتبخ انا على الكورونا وكده انتي تخصصتي في الطب ولا ليسا لسه لسه بدي لسه آه لسه آه بس بعد ما بتصحى تسخن هنبدأ الأول باللي هو الخالطة الخالطة اللي بنعملها بتاعة المشروف والبصل وكلامنا كله سيب بس كده البصل يتشوح ليش هيتشوح قوي عشان هو هيكمل تشويح مع المشروف فان احنا بس ايه هنخلي لهنا يبدأ يشقر شوية كده تمام انت مامتك مش مصرية لأ مامتك سورية كل السوريات بيحبوا المطبخ جدا 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 مفاطرين جدا في الأكل والحقيقة يعني الأكل اللي بيعملوه بيحبب اللي معهم فانت أكيد عنتي قاعدة مع مامتك فأكيد حببتك جدا في الأكل وعندوكوا بقى كمان أكلات تفتح النفس حتى لو بديمش أكلات أساسية او مثلا ميل كده في اليوم لا بس انت يعني الأكلات اللي هم بيعملوها المعجنات ومش عارف ايه وحاجات كتير قوي بتحبيبت المطبخ ايه أكتر حاجات علمتها منه من الأكلات يعني جربنا أكتر أكلة يعني بصراحة اللي على طول بيحبها يعني نفسي أدواء الكل اللي حواليا مني اللي هي الكوسة بلبنة اللي هي الشيخ المحشي بتبقى كوسة بزبادي ومحشية جواها نحو مفرومة بتتشوح كده وبتنزل في صاصة زبادي وطعمها بجد خطيئة حتى لو بيحبش الكوسة كده كده بيحبها أكلة هادية جدا عندكو بقى يعني غير المنزل اللي هي بتققى في اليوم عندكو واجبات كده اللي هي المعجنات الصغيرة بتاعت بالليل والن الصبح يبقى معرفش ايه كل حاجاتي انت موق بقديكو في البيت اه طبعا الحاجاتي انت بتعرف تعمليها اه اه بس مش ميولي بس ما بتحبهاش يعني انا كإنجي انا بحب أكتر الأكلات اللي هي طبيخة ان انا أطبخ بقى وكلا بس ان انا المندش بيحبش المعجنات بالكلام المعجنات بالخمز حتى الحلويات انا ما بستمتعش وانا بعملها بس مين اللي دلوقتي الداعم لك في المطبخ اللي وقت معيك وبيساعدك دايما ومامي طبعا مامتك بتساعدك على طبعا عايزك يتطوري في نفسك ولا طبعا عشان تابت اكيد اي ام بتتعب لحد ما بنتها تدخل كلية التب ده خلاص بالنسبة لها كده هتتتعب على باب ايه الامان اه الباب الامان كده والنجاح وخلاص بس انها تنشجعيك في حاجة هي مش عارفة ان انت هتكملي فيها ولا مش هتكملي فيها واكيد برضو اتخبت من كلية بتاعتك كده دي معادلة بقى صعبة وغريبة انا عايز افهمها اه بس هيوية مامي في الاول كانت حاسة اللي هو لا انا الحاجات دي هتعطلك والكلام ده كله بس انا بصراحة دخلت لها من حتة ان انا ايه يعني هقنعها ان انا كله under my control في النهاية انا بشتغل مع نفسي بببوست مع نفسي مابيش حد بيقلي اعملي ما تعملش فبا ايام الدراسة اللي هو خلاص انت ما تقلقيش كده كده انا هتكترول كل حاجة براحتي بس فهي وفقت الحوالي طبعا موتر وبيعصبهم ساعات بس اللي هو لا هي على طول بصراحة بتدعمني هي ودادي وكلما يشوفوا ان انا لا بتطور بعمل حاجة جديدة مش عارف ايه الكلام ده كله بصراحة بينبسطوا بيقى جدا وكيب طبعا بتراحهم بتعملهم اكل في البيت يعني ايوه مامي على طول لما بتلاقي ان هي مش قادرة تطبخ خلاص انا خلي انجي تستلم الموضوع ده النهاردة كلما بنتكلم عن يعني حلقتنا كانت عن بداية الدراسة او الرجوع للمدارس واخنا طبعا في شهر خلاص تسعة كله بيستعد اللي دخل المدرسة النهاردة ومبارحه والاسبوع اللي جاي فطبعا ايه فيه توطر شديد جدا جدا وخوف في كل الاسرة المصرية والعربية طبعا كلميني عن فترة المدرسة بنسبالك ودخول لكت المدرسة كان عامل ازاي كنت بتحدي المدرسة او انا كنت بحدي المدرسة جدا بصراحة حسيت بدا اكتر لما دخلت الجامعة حسيت ان احنا بجد ايام المدرسة دي احنا بجد كنا كنا في نعمة يعني بصراحة يعني كنا عطول لهو لا انا زهقت ومش عايز اروح مش عايز اصحى بدري بس بجد لما دخلنا الجامعة استعدنا ان ذكريات المدرسة دي مش هتتتعوض وايام المدرسة دي ثانا اصحاب المدرسة والويبس بتاع المدرسة بتاع الصبح طبعا اصحاب المدرسة هم اللي بيكملوا اي حاجة تانية اي كلام بجد بس انا ايام المدرسة بنسبالي ذكريات ويعني كانت حاجة بجد حلو قوي انت بتحب المدرسة وبتسحي الصبح لا وقتها ما كنتش بحب المدرسة وقتها ما كنتش بحب المدرسة خالص يعني انا فكرة ازاي ما كنتش بتحب المدرسة وجبت مجموع عائلي ودخلي كل الطبع كان عندي طموح بقى انت كنت كل سنوية عامة او كنت سنوية عامة او كان مازباي اللي هو لا انا 98 ما شاء الله طب احكيلي بقى بجد انت البيت كان عامل ازاي مساعدة الاهل كان عندك مهارات تانية اللي هي تنظيم وقتك وان انت تاخد بروس وان انت توحي تزاكري وان انت تنظم كل الكلام ده الكلام ده محتم مهارات كبيرة جدا جدا عشان توصلي ما شاء الله اللي انت وصلت له او المجموع العالي اللي انت جبت له احكيلي الاجوائي في البيت كانت عاملت ازاي ساعدة انا احوار المدرسة عامة هو كده كده كان وقتها الاول خفيف طبعا كاي حد يعني لسه صغير الموضوع ما فيهوش حمل كبير جدا بس لما وصلت بقى الليفل اللي هو السنوية بس انا برضو كنت من وانا صغيرة يعني مهم ما كانتش بتسبنا كنت شطار جدا بصراحة بس وكان يعني سبحان الله مش عارفة هي بتبقى احساس وبتبقى نصيف كده لو انت بتبقى شايفة نفسك فين فانا كنت متخيلة نفسي كده كده انا دكتورة يعني كنت متخيلة حاجه ثانية بصراحة يعني انت كنت حاسة وانت متربقة انت تتلعي دكتورة اه لا من وانا صغيرة يعني هو كده كده المشحوض اه لا مفهاش يعني بس فهي كل واحد بقى وميوله يعني بيشوف هو كان مهم بس السنوية ما كانت صعبة عليك طبعا كانت صعبة وطبعا كان فيها دروس وما كانش فيها نوم وكانش فيها كل الكلام ده بس لما بتحسي ان انت عايز توصلي بعديها الحاجة معينة كله بيهوم بقى لما بتوصلي للحاجة بدأت بقى دروس وبدأت مذاكرة من شهر كام تقريبا قبل الدروسة لأ معندلش احنا شهر كام من اول السنة عادي من اول السنة يعني فيه ناس بيبقوا عمون للصراحة يعني دقوط جنب جدا وسترس بشكل كبير جدا بيبدأوا بقى الدروس من شهر تمانية والتزام بقى مش طبيعي ومش عارفة متروحيش فين ومتروحش فين فالموضوع ده برضو انا فموش قوي فعشان كده انا بسألك انت دروقتي تجربة قدامي سنوية عمه ومشاء الله جبتي مجموع عالي فعايز اسألك عشان كل الناس اللي بيشوفوكي النهاردة يبدوا من تجربتك كده ويعملوا به يعني عادي بدأت من اول الدراسة اه بدأت من اول الدراسة بس من اول الدراسة مفيش بقى تقلل هو انا انا هكسر الدنيا من اول بتذكر الدرس بدرسه الدرس بدرسه دي اهم حاجة بس لكن لو بدأت من اول الدراسة جايما هتجي في الاخرى هتتعادي لو في اكتر فترة انت لازم تشدي فيها خلاص كده بتحسي ان انت لا انت مش قادرة وخلاص الموضوع اخذ تقلق كده في الاول جرد ان انا بتكلم عن المدارس انا بطني مكركبة جدا 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 ايه تعمل سنشطع في الشبع بتاعت المدارس كده فالواحد ايه بطني مكركبة هنرجع